راقية من موريتانيا تقول يعني زوجي موجود في الخارج لكنه لا يسأل عنه ولا يصلنا ومثل المواقع مثل الواتس أب وغيره يعني هل هذا يحتسب طلاقه يرسل شيء مثلا من النفق أحيانا لكن فيه إهمان أختي راقية من موريتانيا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يجمعك مع زوجك على خير وأن يبعد عنكم شر الشيطان بالنسبة للإنسان إذا سافر لا يعني بأنه ينقطع عن أهله لا يعني بأنه ينقطع عن أهله وإنما يجب عليه أن يتواصل معهم ولو تواصل معهم يوميا لأدى الواجب وأدى الحق خاصة عنده زوجه ولديه أولاد فعلا يتق الله والتواصل الآن أصبح ولله الحمد يسير مثل ما ذكرنا الآن هذا الفضاء المفتوح وهذه الاتصالات ممكن الزوج يتواصل مع زوج تصوتا وصورة يتواصل مع أولاده قضية الله فقط النفق يرسل النفق هذا ما تكفي هذا واجب وحق عليه كذلك الصلة فقلي له أخبريه يمكن يجهل هذا الأمر ويجهل هذا الحكم يجب عليه أن يتواصل معكم بالاتصال أو يستعمال هذه الحسابات أو المواقع مثلا بالتواصل معكم صوتا وصورة يطمئن عليكم وتطمئنون عليه ويتق الله عز وجل يتق الله عز وجل فيكم فإذا اتق الله عز وجل هناك في نفسه حفظكم الله عز وجل وجمعكم به على خير قلي لهذا الكلام بارك الله فيك